من كام يوم انتشرت على السوشيال ميديا صورة لخطاب موجه من وزارة التربية والتعليم للمدارس المصرية والخطاب ده كانت الوزارة بطالب في المدارس بأنها تاخد كل الاحتياطات الوقائية لمنع انتشار فيروس الجديري المائي بين طلاب المدارس طبعا وتوعيد كمان الطلاب بطرق الوقاية من المرض بالرغم من أن الوزارة أكدت بعد كده أن ده جواب طبيعي جدا لأن في الفترة دي من السنة بينتشر المرض ده بقوة إلا أن حالة من القلق فضت مسيطرة على كثير من رواد السوشيال ميديا خصوصا وأنه في حالات تم تسجيلها في بعض المدارس وبما أن الموضوع مسبب حالة من القلق لكثير من الأمهات طبعا على السوشيال ميديا أنا منهم هيكون معنا دلوقتي مداخلة من الدكتورة ولاء الأمير استشاري طب الأطفال جامعة القهار أهلا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحضرتك إزايك يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك دكتور في البداية عايزة أعرف من حضرتك إيه هي الشهور اللي بينتشر فيها مرض الجوديري طبعا هو موضوع مهم جدا إحنا نتكلم في الفترة دي هو الجوديري بينتشر فيه المفروض أنه هو كان بينتشر في شهر الشتاء وفي شهر الربيع بس طبعا مع تغيير الجو اللي إحنا عايشين فيه اللي هو ما بيناش نعرف الفصول بالضبط والحر قارس مع برد جامل مع التغيير ابتدت الفيروسات زي ما حريك شايفها الفترة دي تتحور وبقى مفيش وقت محدد قاطع بس طبعا هو معروف أنه هو في فصل الشتاء أكتر والربيع طيب دلوقتي يا دكتور عايزة أعرف إيه هو السن المعرض للإصابة بالجوديري بوسي حريك هو ممكن أي حد يجيله جوديري بس طبعا الأطفال هما الأكثر عرضة بالأخص الأطفال لأقل من عشر سنين وهم يقدروا ينقلوا للأكبر منهم طبعا طبعا هو النقل للعدوى عن طريق دروبلت انفكشن عن طريق الرزاز وده بيتنقل بسهولة جدا طبعا خصوصا لو كانوا أطفال صغيرين بالضبط حريك طيب إيه الأعراض اللي لازم ناخد بالنا منها طيب دلوقتي طبعا الجوديري لما بييجي بيجي زي أي فيروس بيجي الأول بحرارة تكسير في العظم الطفل يبقى عنده همدان ما بيبانش أي حاجة في أول كام يوم وبعد كده بيبتدي يظهر الطفح الجلدي وهي دي الأعراض اللي بناخد بالنا منها وهي دي اللي بتقول لنا نداء جوديري طبعا الطفح الجلدي اللي بيظهر المشكلة بتاعته طبعا إنه هو بييجي من حاجة اسمها سنتروبيدل يعني بينتشر من منطقة البطن والضهر ويطلع على الجلد على الوش على الإيدين بس أهم حاجة إن الجوديري يكون في طفح جلدي موجود على البطن والضهر ممكن يوصل لفروة الراس يعني بينتشر بقى الطفح الجلدي في كل الجسم مع الوقت طيب بدنا نتعامل معا إزاي يا دكتور طيب أهم حاجة خالص في الجوديري إن أنا أنبه الأم إن هي تتبع العادات الصحيحة في الأكل تدي سويل كتيرة للطفل عشان الفيروسات أهم حاجة في علاجها السويل الكتيرة الأعراض الموجودة عندي نبتدي نعالجها ممنوعة ندي مضادة حيوي لو في حرارة بدي خفض حرارة في هرش طبعا هو بيبقى الطفل بيبقى عنده هرش جامد جدا وإحساس بالهرش في الحبوب دي بندهن حاجة تهدي الجلد وتبرده تخليه ما يهرش جامد وبندي أدوية مضادة للهستامين علشان تقلل برضو الإحساس بالحكة والهرش طب دكتور بيفضل عيان قد إيه تقريبا هو طبعا فترة الحضانة بتبقى الأول بتاعت الفيروس بتبقى حوالي خمسة أيام بعد كده الفيروس بيبتدي ينتشر والحبوب بتبتدي تظهر على الطفل الحبوب بتظهر على الطفل بتاخد وقتها ممكن تقعد أسبوع وبعد كده احنا بنحاول في الأطفال طبعا بنعزلهم لمدة عشر تيام علشان نضمن أن الحبوب كلها اختفت ولما الحبوب تختفي الطفل كده بيبقى مش معطي دكتور كان في حاجة بتتعامل كده زمان احنا كلنا حضرناها أكيد أن أول ما يبقى فيه أخ أو أخت أو أختين أو أخين مع بعض في نفس البيت والأمة بتلاقي أن طفل منهم جال وجديري بتروح مع قاعدة أخوه أو أخته جنبه وكانوا بيقولوا وقتها وكانوا بيقولوا وقتها يا دكتور أنه نخلص مرة واحدة الاتنين ياخدوه لأنه بيجي مرة واحدة بس وما بيجيش تاني هل ده فعلا صح ولا بسي أقول لحضرتك حاجة طبعا حكاية أن أنا قاعد الأطفال كلهم مع بعض عشان يتعيدوا مع بعض دي حاجة خاطئة ليه أجيب لطفل سليم أجيب له مرض ما يمكن منعته كويسة ويتغلب على الفيروس وما يجيلوش هو ممكن يجي للأطفال الفيروس بمنتهى سهولة ويتنقل بسهولة بس أنا ما ساعدش على ده تمام؟ فحكاية أني قاعد الأطفال مع بعض دي غلط طبعا الوقاية خير من العلاج احنا فيه التطعيم ندي تطعيم الجديري للإخوات اللي هما مخلطين للحالة اللي عندها جديري عشان نقيهم من المرض يجيلهم لو جاله يبقى ده نصيبه من عند ربنا لكن أنا ما ساعدش أنه يجيله ده مهم جدا النقطة دي يعني نقدر نقول أن التطعيم بيساعد بطريقة كبيرة جدا أن الطفل ما يجلهوش أصلا الجديري طبعا طبعا غير كده لو حالة ظهرت في فصل مش معنى أن كل الفصل هجيله جديري طبعا الأطفال بيعدوا بعض بس بيجي بشكل مقنن مش كل الفصل بيجيله جديري يعني تاني حاجة برضو هاركوا أنت بتسألي هل هو بيدي مناعة دائمة طول العمر هو طبعا المفروض أن الجديري لما بيجي بيدي مناعة قوية وبتقعد فترة طويلة جدا وممكن أطول العمر بس مع التحورات الفيروسات اللي احنا فيها هنا نشوف الجديري بيجي مرة واثنين بس تاني مرة بتبقى الحدة بتاعته أقل وفيه فيروس تاني الجديري ساعت لما ينشط على كبر بيعمل الحزام الناري يعني ايه يا دكتور دلوقتي فيروس الجديري ده تمام بيجي للطفل ويعمل طفح جلدي الفيروس ده بيكمن في الأعصاب تمام لو حصل له تنشيط بعد كده في الكبر بس في حالات ندرة يعني بيجيب الحزام الناري اللي بيجي في الكبار اللي هو بيبقى عبارة عن طفح جلدي في منطقة معينة زي مثلا منطقة في الضهر وبيبقى بيوجع شوية وبيتخذ له علاجات وبيبقى كويس يعني هل لو الأب أو الأم جلهم قبل كده المعرض وهم صغيرين وطفلهم جلوا الجديري هل ده ممكن يعدي الكبار برضو ولا لا الجديري يجي لأي حد في أي سن بس هو بيجي أكتر في الأطفال وطفح الجلدي الجامد قوي والشكل اللي احنا عارفينه بتاع الجديري بيجي في الأطفال بالأخص الأقل من 10 سنوات أسأل حضرتك لو الطفل جاله جديري وأهله جالهم الجديري قبل كده وهم صغيرين هل الطفل ممكن يعدي أهله ولا لا والأهل نفسهم جالهم قبل كده جديري هم صغيرين وبكده نكون خلصنا فاكرت سكوب